فيلم النهاردة يا عزيزي قصة حقية وأكيد في كتير منكم شف بعين المواقف دي أو مر بيها ندفل نور بقى يا عزيزي ونصلى عن نبيه ونبدأ بسم الله فيلم نبي يبدأ بأم اسمها ابني وكانت بتروى البيت اللي لسه ساكنين في جديد والمكان يا عزيزي بالتحديد في مدينة اسمها بيتسبر وكان وقتها سنة 2011 ابني جوزها سابها هي وعيالها الثلاثة وخالع وسبها محتسى بيهم وزروفها كانت صعبة جدا وكانت مديونة لطوب الأرض ودخل حالتها النفسية تحت السفر وبقت عصبية جدا وبتشرب كتير بس أولادها كانوا دايما بيشتكوها لأبوهم وعشان كده الأب قرر ياخدهم منها لكن ابني قدرت تكسب القضية ولما لقت نفسها مش قادرة على تربية عيالها الوحدة بعتت لأمها عشان تعيش معاهم بالرغم يعني ان العلاقة ما بينها هي وامها ما كانتش أحسن حاجة بس كانت مضطرة انها تعيش معاهم وفي مرة وهي قاعدة بتلاحظ ان في دبان كتير جاي من ناحية البدروم وكان منظره صعب والريحة كانت أصعب وبتفضل تيش في الدبان وبتخاف انها تنزل وبالليل بعد ما الكل بينام بيقوم درية وبيوقف قدام التلاجة وبيطلع اللبن وبيفضل يشرف فيه وما لا كرش وبهدل الدنيا على الآخر وفجأة بيلاقي حاجة خبطت في الإزاز ولما بيطلع يشوف الحكاية بيلاقيه رب بيموت بس ما بيشغلش باله وبيعد الموضوع وتاني يوم الصبح ابني كانت بتروى البيت وبيجي لها مكالمة وكانوا عايزين ياخدوا منها العربية بسبب ان بقالها فترة ما دفعتش فبتتعصب ابني وبيتقول انها صرفت الفلوس على توضيب البيت وبتقول لهم انها هتشوف حل وهتكلمهم وكانت متعصبها بسبب كل الديون المطلوبة منها وبتتعصب أكتر وأكتر لما بتلاقي فضلاب ابنها الكبير إزازك حلوه فلوس وأول ما بيرجع من المدرسة بتطلع تسأله إيدا يا حمادة وجبت الفلوس دي منين بس هو كان متدايق وده لان العيال بترخم عليه في الرايحة والجاية وبيقول لها وهو متعصب وانت فاكرة يعني انها دوق الهباب ده بعد ما شفت تأثيره عليكي أنا كنت مخبهها منك وبتعرف من شنطيب انتهى ان العيال اللي عن نص يضربوه فبتروح لهم ويامتدايقة وبتفشغل لها فيهم وبتدرب الواد وبتقول له على الله تيجي جنب عيالي تاني أنا عندي استعداد أدخل فيك السجن المرة الجاية وبترجع على البيت وهي مهمومة من الدنيا واللي فيها وامها بتكمل عليها وبتقول لها وانت فاكرة انك هتكوني قدوة لعيالك وانت دايما كده فقدة عصابك قالت لها لا حوش انت اللي كنت قدوة بالنسبالي وبيفضلوا بقى الاتنيني عزيزي يلوموا في بعض على تصرفاتهم وبنعرف ان ألبيرتا أم ابني اتغيرت عن زمان من وقت ما جالها الكنصر وهي بقت منتزمة بالكليسة يوميا ولما حاولت تكنع ابني انها تروح معاها قامت وثابتها تتكلم مع نفسها وراح تقعد الناحية التانية لوحدها بس بتلاهي دريا ابنها قاعد بيكلم نفسه ولما سألته بتعمل هي ابن الناس قال لها ولا حاجة وبرضو ما حطتش في بلها وقالت عيال زغير وقالت له يدخل جوه يساعد جدته في تحضير العشاء وبالليل بتقول لشانتي ايه رأيك طالما انت قريبة من ابوكي يبقى نأجل عيد ميلادك لما يرجع قالت لها انت اكيد بتهزاري صح احنا لو عملنا كده يبقى مش هنعمل عيد ميلاد اساسا وبتقول لها انها عايزة تريفون جديد ابني قالت لها وماله اللي معاكي وقت ما يبقى فيه فلوس هاجيب لغيره فابتتدايق وبتقول لها انا زيقت من الفقر اللي هم عايشين فيه ده اما الزبلة الصغير بيعوم على عام اخته هو كمان وما كانوش معدرين اللي اموهم فيه ولا اللي بتعمله عشانهم وبعد ما الكل بينام بيقوم دريا وبينزل البدروم وبتحس ابني بسود في البيت وبتنزل تشوف الحكاية وبتستعرب لما بتلاقي باب البدروم مفتوح وبتقفلهم الغير ما تبص جوه تاني يوم الصبح بتلبس البرتة البروكة بتاعتها وبتروح تاخد جلستها بس الولاية لكانت شغلها المرض ولا السن ولا اي حاجة وكانت شغالة تغري في الممرض وبتقوله ايه ابيين لك ايه اكتر من كده مش ناوة حن علي وتيجيت علينا في البيت بقى والولاية كانت دماغة هابة منها على الاخر ولما خلصت بتندح عليها الموظفة وبتقول لها انها ما دفعتش بقالها شهرين فبتقول لها البرتة انها تتسل بالشغل بتاعها وتشوفهم اتأخروا ليه فبتعرفها الموظفة انهم موقفين تعامل مع شغلها من حوالي سنة استغربت وقالت لها ام المين اللي كان بيدفعلي قالت لها باستغربه وانت متعرفيش ابني بنتك هي اللي بتدفع وبتتصدم البرتة وده لانها ما كانتش متوقعة ابدا ان ابنتها تدفع لها بالرغم يعني الزنة اللي هي فيها وبالليل بيتكون ابني راجع ساكرانة تينا وبيشوفها ابنها وبيتدايق من منظرها ولما بتدخل البيت بيتلاقي امها قاعدة مستنيها وبتقول لها انا عرفت ان كنت اللي كنت بتدفعيلي ابني قالت لها انا راجع ساكرانة وشايفك اتنين تلاتة سيبين اطلع نام دلوقتي ولما بتطلع تنام بتحلم بحد داخل عليها وبشور لها وبتقوم مخدودة وفي نفس اللحظة الباب بتقفل فبتحس انها ما كانتش بتحلم وبتاخد عصاية البيسبل وبتنزل تدور في البيت وبرضو بتلاقي باب البدرون مفتوح فبتزعق وبتقول له حد في البيت يخرج منه وبتقفل الباب تاني بس كانت تعبانة وبتجري الجبل في بطنها وبتتخض لما بتشوف نايت وراها وكان متضايق انها ساكرانة وبيسألها على فلوسه قالت له انت جبت الفلوس دي كلها منين في الاول قال لها حاجة ما تخصكيش ولما صممت تعرف قال لها ان ابو هو اللي ببعث الفلوس دي وبيعرفها انه ما بقاش عايز يعيش معاها وانه اتفق مع ابو يبعث له فلوس كل شهر لحد ما يجمع مبلغ ويسفل له اتصدمت وزرفته ألم يستهل قلة أدبه اتعصى بالمعلم ومحسش بنفسه وقال لها انه بيقراها بس بعد ثواني بيستوعب اللي عمله وبيفضل يتأسف لها وبينزل دريه على الصوت وبيجري عليهم بس بيتكعب اللي وبيعه يتخبط ولما بتجري عليه ابني عشان تطمن عليه بيتدايق منها نايت وبيقول لها انها بتفرق ما بينهم وانه مش عايز يعيش معاها برضه وبعد شوية بتطلع ورا نايت وبتحط الفلوس في الدرج بتاعه وبتقول له انا عارفة انك صاحي وبترجق انك ما تمشيش وتسيبني احنا كلنا محتاجينك معانا وبتقول له انا مش عارفة ازاي ام وزاي تخلي فولد طيب وجميل زيك تاني يوم بتجيب حد يدخل البدروم ويشوف يعني اللي جواه وبيطلع ان في قطة ميتة جوا وبيقول لها ان حسابه 60 دولار قالت له حاسب بقى صاحب البيت انا لسه سكنة جديد ومليش دعوة فبيقول لها مفيش منه الكلام ده لو ما دفعتش دلوقتي هرميلك القطة جوا تاني ولما نايت بيلاقيها مزلولة ومش عارفة تدفع بيحس بالمسئولية وبيقولوا ان هو اللي هيدفع بس المصايب يا عزيزي كانت بتخبط على ابني ورا بعض وبتلاقي المسئولة عن اولادها من الخدمات الاجتماعية في وشها وبتقول لها وانت فكرة مش هعرف اوصلك وبتدخلوا بتعكن عليهم كلهم وبتقول لها انها لسه رجعة من مدرسة الاولاد وعرفت ان الدنيا مش حلوة معاهم خالص وبتبص على ايد شانتيه وبتسألها الكدمات دي من ايه قالت لها معرفش انا صحيت لقيتها في ايدي فبتتدايق وبتدي كرت بتاحها لشانتيه وبتقول لها تتصل بيها لو في اي حاجة مدايق ايها وبتتخانق مع ابني وبتقول لها لو عرفت انك لسه بتشربي او يعني وضع الاولاد مريحنيش حطر اخدهم منك وياريت تبطلي بقى تتنططي من بيت لبيت ولما بتخرج برا البيت بتشوف واحدة بترقبها جوه العربية وما كانتش تعرفها ولا هي ولا امها وبالليل بيعملوا عيد ميلاد شانتيه وكمان بتجيب لها التليفون اللي كان نفسها فيه وبتفرح شانتيه جدا وبتقول لها I love you اما جداتهم بقى ما كانتش مضيعة وقت وكانت شاطت الممرض وجابته يعالجها في البيت وبعد شوية ابني بتلاقي دريا جوه البدروم وكان بيخبط رأسه في الباب وكان نايم ومش عزيز بنفسه وبتفوه وبتسأله انت بتعمل ليه كده بس هو ما كانش فاكر ايه اللي حصل ولا جيه هنا ازاي وبيقول لها ان كل اللي فكره انه كان بيتكلم مع صاحبه تري وبيقول لها ان تري ده عايش جوه فتحه في البدروم والسعب بعايش جوه دولابه ابني كانتها تتجنن ومش عارفها ايه ساكرانة ولا اللي بيحصل ده بجد وجداني وقالت له يا ابني استهدى باللوت على نايمك ولما بتلاقي درجة حرارته عالية بتوعه الجنب وبتعلجه وبعدها بتنزل وبتكمل صهرتها مع صحابها وبعد ما الكل بيمشي بتلاقي دريا واقف بصص للحيطة الله بقى فبتزععه وبتقوله يا ابني ايه اللي نزلك من قطك قال لها انه خايف ومش عارف ينام وطبعا هي مش عايزة ببوز الدماغ اللي عاملاها فبتزععه وبتقوله يطلع ينام حالا وهي بتدخل عشان تنام هي كمان بس بعد شوية اولادها التلاتة بيقوموا مع بعض على صوت خبطة علي جوه الدولاب وهي بتسمع الصوت وبتزععه وبتفتكر اولادها بس لما الصوت بيعلى اكتر واكتر بتقوم لهم وهي متعصبة والبرتة بتسمع صوتهم وهم بيندهوا عليها ولما بتطلع لهم بتلاقي ابني قاعدة في الارض وبتعيط والعيال مكرمشين نفسهم في بعض وخايفين ولما بتسألهم ايه اللي حصل يا ابني انت هو هو ما كانوش عايزين يردوا عليها بس دريا قال ان ابني حدفتهم على الحيطة والقوضة يا عزيزي كانت كلها متكسرة وابني بتقول لها البرتة انها ما عملتش كده وانها مش عارفة اساسا ايه اللي حصل بس البرتة افتقرتها سكرانا وقالت لها تطلع من القوضة وتاني يوم يا عزيزي البرتة بتوصل الاولاد على المدرسة وبيشوف دريا نفس الست مشي غراهم ولما بيوصلوا المدرسة بيتصرفوا هم التلاتة تظارفات غريبة ودريا بيقلع في نص الفصل وبيعملها قدام العيال لا وكمان بيرمي اللي عملوا على المدرسة بتاعته وبيتصلوا على ابن وهي في شغلها وبيخلوها تروح تاخدهم وبتوديهم هم التلاتة على المستشفى وبتعمل لهم كل فحوصات اللازمة وما كانتش عارفة اللي حصل معاهم ولا ليه بيعملوا كده بس الدكتورة بتطمنهم انهم كويسين وانهم مفهومش حاجة ابني قالت لها اكشف عليهم بنفسك انا مش عايزة اشعات ولا تحليل الود بيأكل المرس بتاعه ودي اول مرة تحصل فبيتقول لها انهم كويسين وممكن اللي حصل ده يبقى ضغط نفسي بسبب المشاكل اللي هم فيها وبتتدايق ابني وما كانتش عارفة تتصرف ازاي ولما بترجع بيتها بتدخل تحمي دريا بس بتسمع تليفون هبيرين وبتطلع عشان ترد عليه ولما بترجع بتلاقي نايد في الحمام وكان بيخنق دريا تحت المية وبتفضل تسرخ وتنده على أمها وما كانتش عادرة تشد ايد نايد منه وبالعافية قدرت تنكس دريا منه ولما بتطلع ألبيرتا بيقول لها نايد انا مش عارف اللي حصل انا فوق تلاقي نفسي بخنقه وبيفضل لعاية ومحدش كان فاهم اللي بيحصل وفي نفس الوقت بتروح لهم الخزوق دي وبتحاول ابني تمشيها وبتعرفها ان العيال نايمين وبتقول لها مش وقتك خالص ولا وقت كلامك السم بس هي بتصمم انها تدخل وبتقعد وبتقول لها انها عايزة تشوف الاولاد ابني قالت لها البيت ده ملبوس وفي حاجة غريبة دريا بيتكلم ما حد محدش بيشوفه غيره ده غير ان بتحصل في حاجات غريبة انا عمر ما هضر اولادي او هأزيهم لكن ما بتصدقاش وبتقول لها انها عايزة تشوف الاولاد بس بتلاقي البيرتا نزلة بعصاية البيسبول فبيتخاف وبتمشي وده لانها عارفة ان البيرتا واحدة مش باقي على حاجة وممكن تضربها عادي وكمان بيشوفوا نفس الست وقفة وبتجري عليها البيرتا وبتضربها وبتجتمها هي واللي بعتنها وبعدها بتروح الكنيسة وبتحكي على اللي بيحصل مع احفادها وبتقول لها ان بيتهم في حاجة شريرة بتتغزى على عيلتها وبتترجعهم يساعدوهم لكنها بترفضوا بتقول لها انهم ما بيعملوش الحاجات دي وبتقول لها تشوف كنيسة تانية تقدر تساعدهم وفي مرة ابني كانت خارجة من الحانة وبتشوف نفس الست اللي بترقبها فبيتقول لها اكيد انا مش هاخد العيال معايا الحانة قالت لها انها مش تابعة لخدمات الاجتماعية وبتقول لها ان عيالها فيهم حدا مش تبعية في روح شريرة في البيت اللي سكنة فيه فبتعف ابني وهي مصدومة وبتروح تاعد معاها في القفاء وبتحكي لها على العائلة اللي كانوا سكنين قبلهم في البيت من عشرين سنة وبتقول لها انهم كانوا مبسوطين والدنيا كانت جميلة وقشتة صباح الفل بس اول ما سكنوا البيت اللي انت فيه حالهم اتشغالب وبنهم بدأ يتصرف تصرفات غريبة وما فيش دكتور كان قادر يفسر اللي بيحصله ولما حكوا لي على اللي حصل بحكم يعني ان معالجة روحانية عرفت وقتها ان فيه روح شريرة سكنة البيت وبتتغزى على الاطفال الابرياء وبتفضل تحكي لها على الطريقة اللي بتطرد بها الروح من الجسم اللي مستحوز عليه وبتقول لها انها زمان كانت ضعيفة وما قدرتش على الروح دي بس لما عرفت انكم سكنتوا في البيت قررت اتدخل عشان انقذ ابنك وبتعرفها ان الروح الشريرة دي بتتغزى على الناس الضعيفة ابني سألتها ايه اللي حصل للعيلة قالت لها الروح استحوزت على الام بعد ما ضيعفت بسبب وضع ابنها وخلصت على جوزها وعيالها وبعدها خلصت على نفسها وبتعرف منها ان الولد الصغير اسمه تريي فبتتأكد ان كلامها صح وبتقول لها ان دريا ابنها دايما بيتكلم مع واحد اسمه تريي قالت لها هو ضع الشيطون وعايز استحوز على ابنك استعز باللباء كده يا عزيزي عشان نعرف نكمل اتحصبت وقالت لها كفاية لحد كده في نفس الوقت ده كانت البرتة قاعدة مع نفسها وبتحس ان في حركة مريبة في البيت ولما قامت تشوف اللي بيحصل بينط عليها دريا وطبعا يا عزيزي دريا مش هو دريا اللي احنا عارفينه وربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم ولما بترجع ابني عالبيت بتلاقي الانظر شغال وبتتصدم لما بتشوف امها ميتة ودريا ما كانش فاكر اللي حصل ولا حتى ان هو اللي موتها والاسعاف والشرطة بيوصلوا والكل كان مصدوم وابني بتكرر تمشي من البيت وبتاخد عيالها من غير ما تاخد اي حاجة من البيت وبتقول لها شانتيه انها اتصلت على المسؤولة عنهم من الخدمات الاجتماعية عشان تسعدهم بعد موت جدتهم اتعصبت عليها وقالت لها انها كده هتاخدكم مني وبيفضل دريا يسألها هنروح فين وهنعمل ايه واسئلة كتير فبتتعصب اكتر وبتقول له رحم دماغي وبطر رط لكن بتترعب لما بتشوف عينه صودة في المراية وبيقول لها بصوت مريب انت السبب في موت امك وبتترعب وكانت هتعمل حادثة وبتقف على جنبه وبتنزل تجري من العربية وبتدخل حانة وبتطلب المساعدة من الناس وبتقول لهم ان في روح شريرة عايزة تقتل اولادها ولما بيطلع يشوف في الدنيا بيلاي عيالها نايمين في سبع نومة وبيخضوها على المستشفى بسبب حالتها وبيعملولها تحاليل وكل الفعصات اللازمة عشان يتأكدوا من حالتها العقلية بس بيتأكدوا انها سليمة مية في المية وبتروح لها المسؤولة عن اولادها وبتقول لها انها مصدقاها وانها راحت البيت وشفت الصليب المحروق على الحيطة في بيتهم واني دي حاجة غريبة ومش فاهم حصلت ازاي وبتقول لها ان اولادها في دار الرعاية مؤقتا لحد ما تقدر تشوف بيت يسكنوا فيه فبتكرر ابني انها تروح الكنيسة للمعالجة الروحانية وبتطلب منها المساعدة وبتقول لها ان دريا لسه تعبان بالرغم انهم بيعدوا عن البيت في الوقت ده في المستشفى كانوا مصدومين من اللي دريا بيعملوا وكان بيتكلم بلغة غريبة ومش مفهومة وبعد شوية بيفوق دريا وكان شكله مريب وبيقول للمسؤولة عنهم انا عارف اني كان عندك ابن اسمه جوليان اتصدمت وسألته عرفت منين يا دريا اتعصب وقال لها انا مش دريا يا غبية فبتقوله طب انت من يعمل حد فبيفوق نفسه وبيقلب سبيدر مان بس مرعب حبتين وبيفضل يطلع على الحيطة وهو بصص لها وبتترعب وبتخب بعضها وانظر انه على برا وبتقول الدكتور الودي اللي جوه ده مش طبيعي ده بيمشي على الحيط ومحدش بيعمل كده غريعوزه بالله اما المعالجة كانت بتحاول تفاهم ابني باللي هيعملوه وبتقول لها ان اهم حاجة تبقى مؤمنة وقوية وما تخليش الشيطان يستغل ضعفك وليت ايمانك وبيكرروا انهم يخطفوا دريا من المستشفى عشان يعالجوه وبتلبس لبس ممرضة وبتدخل تاخد ابنها وبياخدوه بيرجعوه على بيتهم وبتقول لها المعالجة اللي هتشوفي دلوقتي هيعمل لك سبغة بيضة تلقائف شعرك عايزك يتبقى قوية ما تخليش الشيطان يلعب بمشاعرك او بعقلك هو هيفضل يغير شكله لشكل الناس اللي بتحبوهم عشان يضعفك وبتقول لها الكلام اللي هيقوله وبتحفظها هتعمل ايب الزب وبترمي مية على جسم دريا وبيبدأ يتحول عليهم وبيغير شكله لشكل البرتا وبيترجى ابني انها تفكها وتوقف اللي بتعمله بس المعالجة كانت قادرة تسيطر عليه وبيغير صوته بيقول للمعالجة انه كان لازم يخلص منها من زمان وفاجأة يا عزيزي في نفس الوقت بيقوم نايت هو وشانتيه والشيطان بيفك نفسه وبيقوم من الكرسي وبتفضل المعالجة تقولي الكلام اللي بتطرد بالروح لكن فاجأة الباب بيتفتح وبتدخل ريح شديدة بس ابني بتمسكها وبتقوم تقفل الباب وبتطلب منها المعالجة انها تطلع فوق عبال ما تخلص وده لان الشيطان غير شكله لشكل ابنها وفاجأة بيقوم وكان شكله مريب والمعالجة بتطيره وبتدخبط خبطة قوية وحرفيا يا عزيزي بتتمرمط على الارض وكمان بتترفع لمسافة عالية جدا في نفس الوقت كانت شانتي حالتها صعبة ونيت كمان ما كانش حاسس باللي بيعمله ولما بتنزل ابني تشوف المعالجة بتلاقيها وقع على الارض وكان جنبها دريا ولما فتحت الكشف في وشه شكله بيرجع طبيعي وبيسألها هو ايه اللي حصل يا ماما بس ما بتتأثرش وبتجري على المعالجة وبتتأسف لها انها ما قدرتش تساعدها وانها ما قدرتش تتغلب على خوفها وبتديها ازاست المية وبتقول لها تكمل هي واني اهم حاجة ما تضعفش عشان ما يسيطرش عليها ولما بتلاقي دريا نزل البدرون بتاخد الازازة وبتنزل وراه وبترمي عليه المية وبتفضل تقولي الكلام اللي تعلمته من المعالجة بس بيقدر انه يضربها هي كمان وكان يا عزيزي قوي جدا جدا ولما حاول يلعب بمشاعرها وعقلها افتكرت كلام المعالجة وبعد ما كان الشيطان هو اللي مسيطر عليها قدرت تتغلب عليه لما سيطرت على خوفها وضعفها وافتكرت اولادها وقامت وبدأت تقولي الكلام اللي بيطرد الارواح وفعلا بدأ يختفي من قدامها واحدة واحدة بس ما كانتش تعرف ان شانتيو نايت متبهدلين الناحية التانية وفضلت مكملة وكانت كلها سكة وإيمان بربنا وقدرت تحرق الشيطان وتطرده من أجسام أولادها وتاني يوم بتلم حاجاتها من البيت الملعون ده وكانت يعني متبهدلة ومفيش حتة فيها سليمة وبتروح لها بتحت الخدمات الاجتماعية وبتقول لها ان العيال مش فاكرين أي حاجة من اللي حاصلت وبتحتزر لها وبتقول لها انها نفسي أبها مؤمنة زيك كده وبتعرفها انها أقوى ستة شافتها وكمان بتقول لها انها تقف جنبها وبعد ستة شهور أخدت أولادها تاني وكررت انها تاخدهم وتسفر لجزا وتحل بقى المشاكل اللي ما بينهم ما كان من الأول يختي ما كنتوش عرفتونا شوف يا عزيزي أهم حاجة بقى في الفيلم ده كله ان فعلا ما تخليش الشيطان يستغل ضعفك وقلت إيمانك وبيخلص الفيلم على كده لايك بقى يا عزيزي وما تنساش تقول لي رأيك في كومن واشوفك الفيلم الجاي